ادد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي موقف بلاده الدائم نحو السلام بوصفه خيارا استراتيجيا لعودة الامن والاستقرار الى البلاد وعشر الرئيس هادي خلال استقباله المبعوث الاممي الى اليمن مارتين غريفث الى ان حكومته تدعم جهود الامم المتحدة ومساعيها لاحلال السلام في بلاده من جانبه اشار المبعوث الاممي لان لقاءه بالرئيس اليمني يأتي في اطار تعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الدولية الثلاث لافتا الى رؤيته نحو السلام بشقيها السياسي والميداني